نصى المثاق العالمي للأمم المتحدة على أنه لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمن الصحة له ولأسرته ولأن منظومة الصحة تعد معيارا لمقياس تقدم الأمم فقد عكفت الدولة على تطبيق منظومة لتأمين الصحي الشامل وأصدرت الحكومة لائحته التنفيذية ليغطي جميع المواطنين لخدمات التأمين الصحي جهود مضنية تبذلها الدولة لتطور منظومة القطاع الصحي وخاصة مظلة التأمين الصحي التي عانت من بعض القصور في بعض الفترات لتأخذ الحكومة على عتقها مهمة توفير منظومة تأمين صحي شامل يخدم المصريين بجودة مميزة دون استثناء منظومة التأمين الصحي الشامل التي أرستها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي وعدد من الهيئات سيبدأ تطبيقها في بورسعيد عبر تطوير 37 وحدة صحية أي واحد بيشتكي من أي مشكلة صحية حيكون له ملف باسمه موجود في الوحدة التابع لي بيروح ليه الطبيب الأسرة اللي معه ملفه بالكرت بتاعه يقدر ان هو يطلع ملفه يعرف هو عنده ايه كان بيتعالج من ايه حتى التطعيمات اللي خدها ايه يقدر يقدم له العلاج لو لا علاجه بيقدر يعالجه بيقدموله وبياخد علاجه أوجه استفادة المواطنين من التأمين الصحي الشامل تشغل بال الكثيرين ولكن اللائحة التنفيذية للقانون وفرت للمواطن عدة اشتراطات لتكفل حقه بخدمة جيدة حيث نصت المادة الخامسة عشر من القانون على أن المؤمن عليه له حق استرداد تكاليف العلاج خارج الوحدات المتعاقد عليها إذا كانت حالته طارئة وتستحق صفة الاستعجال على أن يسترد كافة حقوقه متى سمحت حالته وبنظري إلى المادة الثمانة عشر فإن وزارة الصحة ملتزمة بتعاقد مع أطباء ووحدات علاجية بما يكفل حسن أداء الخدمة وانتظامها ولا يجوز استفاءة عاقد دون استفاء معايير الجودة الشاملة وبما أن فلسفة النظام الجديد تقوم على تأمين الأسرة بأكملها وليس تأميناً لفئة معينة من المجتمع فالمادة الحادية والأربعون ألزمت وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل مصاريف غير القادرين على تأدية نفقة الخدمة الطبية من الخزينة العامة للدولة قانون جديد يرسي لإصلاح شامل لقطاع الصحة بمصر في فترة مهمة لتغطية جميع المواطنين بخدمات التأمين الصحية